لو الحكاية فيها إنا فيتو القطاع المعادة اللي في المنطقة اللي في الأزهر والسيادة وحضرتك حولها لاجمة للبحوث إن هي تنزل وتشوف المكان وتعاين للأسف ما حدش نزل فإحنا طب نعمل إيه يعني لو ما فيش أساساً باب للموضوع ده طب ليه جميع الموافقات دي والجر أولياء الأمور دي كلها ونجرى ونتعب ونجيب الموافقة من هنا ومن هنا جميع الموافقات استوفية في الآخر يقولوا الناس في الشارع طب ليه أنا مش عارف يعني أفدونا حضراتكم يعني عشان خاطر الناس كلها يعني ايه تبقى متمئنة وعلشان احنا بنحب الأزهر ودايما يعني يعني في منارة وفي علم يعني وكل حاجة تبقى كواسة بالنسبة للأزهر نتمنى يعني ان تحللنا المشكلة دي علشان خاطر ولادنا يعني دلوقتي احنا أموا دخل نشيخ الأزهر يعني مشكوراً دخلهم بصفة مؤقتة في فصلين موجودين اللي هو فصل علمي وفصل أدبي كلام ده كله على سنة أولى سنوي أزهر فتيات فحضراتكم يعني اللي انتم شايفينه يعني نتمنى ان يكون كواسة وعن بناتنا دخلين أولى سنوي أزهر فتيات ومعهد السنطة السنوي الفتيات اتصل بأولياء الهمور وقال على كل وليه أمر اللي يرغب التحويل بنته من معهد الجميزة والمعهد الأخرى عليه التحويل بنفسه وبالفعل قمنا بالتحويل من معهد الجميزة والمعهد الأخرى لمعهد السنطة والمعهد ختمت ومعهد السنطة اللي بناتها تدخله ختم ومضى واعتمدناها من المنطقة الغربية الأزهرية مضت وختمت وسلمنا الأوراق لمعهد السنطة فتيات والمنطقة الأزهرية فجئنا بعد كده ان هي رفضة ان هي بقى فيه معهد سنوي في السنطة ليه؟ على أساس ان سمعنا ان بقولوا فيه خلافات إدارية في المنطقة واحنا مننزم في الموضوع ده معهد السنطة في المدينة والمدينة دي تتوسط جميع البلاد اللي حواليها وتحتاج مواصلة واحدة للوصول للمعهد دي بيحتاج من ثلاثة لأربع مواصلات والجميزة بتبعد عن بعض القرى من خمستاشر لعشرين كيلو وده مرهق وشق على أولادنا وبناتنا ومرهق برضو أيضا على أولاية الأمور فإحنا بنلتمس من المسؤولين في الأزهر الموافقة على إنشاء المعهد أو فيه فصلين في معهد السنطة موجودين لاستعاب فصل علمي وفصل آدمي وإحنا مش عايزين أكثر من كده على أن يتم الانتهاء من المعهد السنطة الجديد ونتمنى من المسؤولين في الأزهر أنهم يوافقهم على إنشاء المعهد الأزهري السنوي في السنطة والبنات فين ومسؤولهم أي دلوقتي؟ النهاردة أول يوم دراسة؟ النهاردة أول يوم دراسة والبنات جاد بالفعل وطبعا شيخ المعهد في السنطة اضطر أنه يدخلهم علشان ما يبقاش عليه مسألة قانونية بس هم موجودين بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من الأمر دي وطبعا ما فيش مدرسين تدرس لهم المواد بتاعتهم وهم عاديين دلوقتي فعل بالفصول اللي احنا قلنا عليها أن هي موجودة بالفعل بس عاديين بصفة مؤقتة معلش يعني بقلب من حضرتك اللي انت تريده بقى فيها تخلي العيال هنا في السنطة عشان بنتي أبوها متوفي وأنا معيشة لهي فهن مش هينفع لي أودها تلكاتب قوة أعمل لي بقى ما عنديش حد يوديه بالله عليكم تخليها في السنطة عشان ما فيش حد عندي هي الوحيدة اللي عندي بالله عليكم كمان نوبل اللي هي دا عيلي ما ينفعش ليها تروح في طريق وحش يعني خمس موصلات عبما تروح توصل المحض اللي بتاعج المزة دي فحت بقاني مش هقدر لنا أودها للطريق دي وهزرف عليها بالمصارف دي كله ماشي شكرا فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة